أيضاً للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف لواء بحري عصام الدين بدوي الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية ساتل لواء عصام أهلاً بك يعني أعتقد أنه اليوم ذكرى تصحق التهنئة ماذا عن أهمية تأميم قناة السويس في هذا التوقيت وأهمية قناة السويس كممر بحري مائي عالمي نعرفه يعني إجمالاً أهمية هذا الممر ولكن تفصيلاً يعني أهمية الممر البحري لقناة السويس أولاً كل سنة وأنت طيبين وأنت طيب ويعني طبعاً مبروك على مصر كلها الذكرى العظيمة دي عليك بتكلمني على أهم وأكبر وأسرع ممر ملاحي بحري يعني في العالم كله نعم أهم ومن أهم الممرات الملاحية إن ما كانش أهمها هو بالفعل أهم ممر ملاحي بيربط الشر بالفرق تمام؟ علشان كده كانت المنطقة كلها محطة أنظار الدول كلها الحقيقة يعني التأميم ده أضف لنا طبعاً قيمة قصودية كبيرة جداً 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 لأن داخل قناة السويس أصبح لإيه؟ للشعب لأبناء الوطن اللي هم فعلاً حطروها بإيديهم نعم طبعاً دي خطوة دي رجل يعني كان إشارة سريعة بس إلى الباضي الاقتصادي إنه بحسب تقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبير العامة والإحصاء إن إرادات قطاع قناة السويس 24.1 مليار جنيه في الربع التالت من العام المالي 2017-2018 يعني ربما ده أعلى دخل في قطاع من قطاعات الدولة هو والفنادق يعني بالظبط بالظبط أنا ذلك سأقول لحضرتك عليه إنه يكتسب تهميتها لأنها بتستاهم تقريباً بأنها بيعبر قناة السويس ما يقرب من مليار طن بضائع التنوية نعم المليار طن دولاً عملونا في السنة آخر آخر معدلات زي ما حضرتك قولت في الربع التالت بالظبط بالعمل المالي خمسة ونصف مليار دولار نعم وإن شاء الله المستهدف بإذن الله وربنا يعني يوفقهم إن توصل لستة ونصف مليار دولار العام المالي بإذن الله يعني لا أنا عز أقول لحضرتك حاجة كمان أهم حاجة ودي المهمة جداً هي المنطقة الاقتصادية اللي قناة السويس الحقيقة اللي هي حدودها قناة السويس أو المنطقة الاقتصادية الحرة الجديدة اللي اتعاملت مع شاء تفريع الجديدة المنطقة الحرة الاقتصادية دي يعني إن شاء الله إن شاء الله تبقى حاجة وعدة لمصر أولاً إحنا بنتكلم على منطقتين واحدة في الشمال واحدة في الجنوب الشمال اللي هي منطقة بورسعيب والحقيقة أنا ما بسميهاش عن طول عمري أقولي مواني شمال شاك مر اللي هم ضميات بورسعيب غرب بورسعيب شاك الحقيقة كلهم يعني دي منطقة محورية جديرة جدا وإن شاء الله تدخل خيرك دي إحنا بإذن الله المستهدف يعني إن نعمل حاجة 5 كيلو أرطفة بإذن الله في الشاك وفي الشمال وراها مساحة مستهدفة مساحة لمنطقة صناعية 48 كيلو متر مربع المستهدف منها السنة جاء بإذن الله يكون انتهى 16 كيلو متر مربع الجنوب عندنا 120 كيلو متر مربع منطقة صناعية وبإذن الله 90 كيلو متر مربع السادة فعلا استمتلك بيها قبل التعاون مع دبي طب اسمح لي السادة اللي هو صامت دين بدوي يعني التنمية الاجتماعية لمنطقة مثل منطقة قناة السويس يعني سويس اسماعيلية دمياط بور سعيد لابد جنب التنمية الاقتصادية اللي بتتم لابد أن تواكبها تنمية اجتماعية للمواطنين الموجودين في هذا الخط لأنه في خصوصية موجودة لهذا المكان بالنسبة للمواطنين وسكان هذا المكان كلام حضرتك طبعا مية في مية طبعا حضرتك لما اتعملت مينا دمياط اتخلق مجتمع عمراني جديد اللي هو ميناده اللي هو دمياط الجديد نعم والمناطق الصناعية المتاخمة كل دا اللي خلقته وجود مينا دمياط فنفس اللي احنا بنقول عليه لما مينا بورسعيد شرق الحقيقة يعني برضو هتعمل اضافة جيرة قوي على المنطقة طبعا حضرتك البعد الاجتماعي الاف فرص العمل لما فيه مشروعات فيه مشروعات صناعية فيه صرق موصلات فيه امفاء فيه مزارع سمكية فيه مناطق اقتصادية سواء في الشمال او في الجنوب كل دا طبعا هيتتوعب عمالة كل دا طبعا لازم حبثي تنمية اجتماعية زي ما حضرتك قلت فيه المناطق الصناعية الصرق امفاء مصانع عمالة قيمة مضافة اهم حاجة قيمة مضافة اللي هي الحقيقة يعني بتنقصنا في المواني بتاعتنا ان احنا نبقى المواني بتاعتنا تبقى مواني للقيمة المضافة ما هيش مجرد دس عبور سفن لا باذن الله نعمل قيمة مضافة نعمل عمليات التمويم ودي كونتها الاهمية يعني فيه الحقيقة مشاريع كبيرة جدا ان شاء الله لو تتم يعني هتبقى خير كبيرة جدا والحقيقة فيه الصيدة الوعية بتعلم ما مشي في هذا الاتجاه بتتوع تماما للمنطقة الاقتصادية والصناعات السويس الحقيقة يعني فيه ففرة كبيرة جدا فيه اتفاقات ان شاء الله تشوف النور قراجل يعني الحقيقة يعني كانت طبعا خير كبير جدا ومنطقة طبعا من اهم المناطق إيه طبعا الأهمية العسكرية بتاعتها شكرا جزيلا سيدة اللواء بحري أصام الدين بدوي الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية